مزيد من الأرقام ارتفعت صادرات النفط الروسية إلى 3.6 مليون برميل يوميا في إبريل مقارنة ب3.3 مليون برميل يوميا في مارس أمر مفاجئ أكثر من ذلك من المراجح أن تتجاوز عائدات تصدير النفط بهامش كبير خلال إبريل ما حققته في سنوات سابقة قادت هذه الإرادات مشاهدين فائد الحساب الجاري لروسيا إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لتبلغ 60 مليار دولار إذن خلال الأشهر الثلاثة مقابل 120 مليار دولار للعام 2021 بأكمله غير مستغرب لو عرفنا أن روسيا هي الثالث أكبر منتج للنفط في العالم تقوم حاليا بالتحميل الأولي أو تعزيز الصادرات من المخزونات لأنها تتوقع المزيد من العقوبات الغربية على النفط وتغري المستهلكين بأسعار مخفضة بشدة كل ذلك طبعا لا يمنع من حقيقة انخفاض انتاج النفط الروسي المكرر حاليا إذن خفض مع بداية أبريل الجاري بمقدار 700 ألف برميل يوميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية يشير ذلك إلى أن موسكو ربما تحول انتاجها المحدود إلى الصادرات بدلا من التكرير المحلي طبعا هذه الأخبار دفعت العملة الروسية إلى الارتفاع أمام العملتين الأمريكية والأوروبية نشاهد الدولار مقابل الروبل يسجل ارتفاعا 75.53 يعني هذا ارتفاع كبير وجرى تدول الدولار دون مستوى 74 روبلا وذلك في نحو ثلاثة أسابيع وكما شاهدنا سعر صرف الروبل مقابل الدولار ترجمة نانسي قنقر